أهلاً بحضراتكم بعد الحاجات التأريد الصغير ده لنجمينا النهاردة في المجري وأنا مش عارف أبدأ معاملين؟ هلا أبدأ معامل تنس الطاولة؟ ولا كورت الياد؟ ولا مدير النادي الأهلي؟ ولا مدير التسويق؟ ولا مهندس الصفقات؟ ولا مدير نادي الجزيرة؟ ولا كورت؟ أنا معرأة ما أعرفش عنده حاجات كترة جداً عشان كده بقول لكم القوسي اللي هو معد البرنامج جايب لي 38 ورقة عاوزين أربعة أيام مش عاوزين الوقت البرنامج شمو أنت تستخبارك إيه؟ أخباري إن أنا سعيد إن أنا جيت لك ربنا يكرمك تربطني بيك علاقات وذكريات وصدقات عائلية وغير عائلية وفي الملعب وأنا مسؤول وإنت مسؤول يعني اللي أنتو جبتوه ده شريط ذكريات وأنا بتفرج عليه كده قلت الحمد لله على فضل الله علي أنا عشت حياة متنوعة وأنت بعمل تقول كذا ولا كذا ولا كذا أنا عشت حياتي في كل شيء بحبه الرياضة والنادي الأهلي والإعلام ما كنتش متخلن أنا حقدر أمارس الإدارة في الثلاث حاجات دي حياة لم أشعر فيها سنية ملل الحمد لله فضل من ربنا ففضل من عند ربنا كبير جدا 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 ويعني ثم نعمة الارتباط بالنادي الأهلي اللي كنت بشجعه وأنا في حدالة أبا وأنا طفل ومش عارف أنا يعني لم يدور بخول دي لحظة إن أنا حابقى جوز في هذا النادي أنا أنا قاعد بتكلم مع فلياسوف بقى يا دي دي كلام يمكننا أول مرة هسمعه أول الله أنا أول مرة التارير عملتوه ده التارير ده خلاني إيه ده أنا عملت أنا وأنا قاعد مع محمد القوسي بقول له طب هنبدأ معا منين يعني الضيوف اللي بتجي إنا لعبوا كورة طب بدأت الكورة فين والكلام ده كله لو جيت أقول لك كابتن عدل القيع أو المهنسة عدل القيعة أو مدير شركة الكورة بالنادي الأهلي أو تنس طاولة أو كورة اليد هبدأ معك إزاي شوف أنا حقول لك حاجة أنا حياتي ابتدت في الشارع يعني كنت ساكن فين في الأول كنت ساكن في عدالة الأبا وكنت في بيت جدي وأبويا في البلد بيزرع ويروح ويجي علينا والفلوس بيجي لك لحد ومصر فجدي أبو والديتي كان الرجل مثقف وكان مؤلفا وكان نظر المعارف وكان علاقاته بشخصيات وفدية كبيرة شفتها وأنا صغير في البيت طب أنا بحب الألعب وألعب واتنطط فعملت يعني فعلة سياسية كمان من من خلال جدي أيو 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 اللي يدحكك بقى جدي وفدي عريق وأبويا أحرارده السوريين عريق كمان كثير حزب الأحرارده السوريين حتى إسم أنا اتأثر بالحكاية دي يعني أنا اللي تقال لي كده أبويا كان عايز يسميني محمد عشان يبقى محمد محمود ده رئيس حزب الأحرارده السوريين فقالوله لا أنت عايز تغيظ رئيس الحمك هو حقيقة حنسميه عدلي عشان عدلي يكد الواب فجاءت محمد عدلي اسمه مركب كده يعني محمد عدلي؟ أنا اسمي محمد عدلي طب تصدق والله العظيم ما أعرفه دي الوقت لا اسمي محمد عدلي زكا محمد فإسمه مركب وكواس إنهم لغوا الأسماء المركبة لأن الأخباطة طيب أنت عشقة الكيان إزاي؟ أو إيه اللي ضربتك؟ وإنت صغير؟ أنت ما فكرتش يعني بالمناصة اللي أنت فيها دي وصلت لها تفضل من ربنا سبحانه وتعالى وكل حتة بتروحها بقى ليك بصمة فيها الحمد لله وكل بصمة بتبقى بدل بصمة بصمتين ثلاثة وفي كل الألعاب اللي أنت كنت مسؤول عنها ما فكرتش أنت صغير كده لعبت كرة بالخدم؟ لعبت لعبت كرة لعبت كرة ما فكرت بولك الشارع؟ نعم أنا كنت الشارع أحمد زكي في حدايا الأب حلو لأن المدرسة النقراش اللي أنا كنت فيها كانت في حدايا الأب طبعا ابتدائي وإعدادي ثم انتقلت إلى جنب أسهل الأب في السنوي دي المدرسة دي كان فيها صلاح حسني صلاح حسني وسامير حسن اللي دي كانت مدرسة كتنادي أيو أيو فأنا الشارع بالنسبة لي كان النادي بتاعي لأن زمان كانوا العائلات كلهم جنبه بعض يعرفوا بعض فالشارع نروح قفلينه من هنا ومن هنا من هنا ومن هنا ونلعب مو كانش فيه عربيات زمان كمان لما كان بقى إيه كان فيه عسكري ببسكليتة ممنوع تلعب كرة في الشارع تأخذوا كرة وتجرو فالواحد يقفلنا ما هيكونش بيلعب أول ما يجي العسكري ببسكليتة يقول خلي بقى لك الكرة تترمي في البلاكونات نزلتي الشارع بتلعب وإنت من كم سنة؟ من ثمان سنين سبع سنين مش فاكر مش فاكر غير إن أنا كنت أنا اللي اشتري الكرة أه وتتخرمت أنا اللي صلحها وإذا تقطعت أنا اللي خياطها يعني أنت صاحب الملعب بقول لك أنا عندي الميبر الكبير دا اللي بيخياطوا فيه الكور ولا طيب وكان الشارع اللي جنبنا بقى ما يحبوا يلعبوا يجولي أه بعد كده أنا أنت صاحب الكرة وصاحب الملعب بقى وأنا اللي مجنوني لأقولي لازم طيب هل الأسرة كانت مساعدك أنك تلعب في الشارع ولا كنت تنزي من وراهم ولا كنت بخاف لا في الشارع بالنسبة لي إلعب في الشارع زمان تعايت لإن أنا ما كنتش بروح نوادي أنا الشارع دا ما خرجتش بر حدوده خالص لحد ما خدت السنوية العامة وأنت في الشارع وأنا في الشارع بلعب لعبت إيه بقى في الشارع أه لعبت كرة الخدم لعبت كرة اليد لعبت الكرة الطايرة أنا نساجت يا كابتن مصطفى قولي دا كمتوفر في الشارع والله يا كابتن مصطفى حقولك حاجة تبدو جنونا أنا نساجت الشبكة الكرة الطايرة بالمسامير اللي بقيتها دقها في بضرون البيت وأعملها بالضبار عشان أربطهم العمود دا للعمود دا وبعدين الهوكل عبنا بجريد النخل اللي كان بيبقى موجود في بيوتنا ايو اللي النادي كان بالنسبة لي حياة الشارع اه وبعدين روحت للمدرسة القراشي لقيت حياة موازية فيها ملعبها فيها مسارحها فيها فبقيت مارست بقى بحق فيها يعني كانوا أيام الصورة المدرس تعمل يعني تطلع الطلبة عشان يطلع في المظاهرات ايو احنا كان يجي يضربونا عشان نطلع هنطلع روح فين بنلعب في المدرسة طيب انت كنت شاطر وانت صغير في المدرسة كنت شاطر وخايد يعني انا كنت شاطر ان انا ما سقطش اه لكن ما عنديش طموحنا انا اتفوق او الا في العربي اه جت لي كده وكان لها قصة برضو ايه هي جدي كان عنده مكتبة كبيرة جدا رحمة الله الدكتور رحمة فارد الرفاعي فكان المكتبة دي عبارة عن ثلاث قوة كل بص تسلم هو العمارة ثلاث دوار بتاعتنا كل بص تسلم اللسقف العالية او دي دي الاربعة متر مكتبة 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 فكان جاي بواحد مخصوص ومديله واحد قريبنا مديله مسكنه فوق السطوح في شقة عشان يعتني بازيل مكتبة فكان واحنا صغيرين بقى سبعة وثمان سنين وتسع سنين نتسلف ايه اونك الحمدة ده جيب السلم وينويلنا كتب ومعنا لفوقت الصفر النظفها وتحطواتي وهو يفهرس ويحرس فوقع في يدي بقى في السن دي كتب المنفلوطي وطاع السين والعقاد بقيت اخد الكتب وقراها في السن الصغيرة دي ادمنت القراءة من ساعتها بقى ادتني اللغة وديتك ثقافة كمان ادتني ثقافة ومانت لما بتدمت وانفتاح بقى على كل حال وانت بقى مدركك لما بتتطور اريتك جدا بعد امتديت اقره في الايدولوجيات دخلنا في الاشتراكية طبع طبع عايز اعرف ايه اللي بيحصل موت سيتونج ده مين واستالين ده مين وايه الدنيا فبقيت اقرأ في الكتب دي حبيبتني في السير الذاتي المشايد فبقيت في الرسم جويا جوجان وفانجوخ ورامبرانجوخ كنت نحات كمان بتنحد انا خدت مدالية المدرسة في النحد ما شاء الله بالسلصات انت في ايه ما لعبتوش او ايه ما لعبتوش بقولك عيشت حياتي زمن عايزة مش ضرور اطلع الاول بس اعمل اللي بحبه بس ما سقطش مش مسموح ليه ان انا عشان ا 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 بقى كده دخلت المدرسة بالمبتدائي ما هونه اروح من المدرسة اه اطوح الشنطة اه ونزل على الشارع ومستني في الشارع اه اكمل لعب كان ليك فرقة معينة